الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينة منجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي شركة القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في مشروعات الرمال السوداء والتي تقدر تكلفتها بنحو أربعة مليارات جنيها وخلال افتتاحه مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بكفر الشيخ أوضح الرئيس السيسي أن مشروع الرمال السوداء خطوة تعد الأولى من نوعها في مصر مؤكدا أن البيانات أصبحت متاحة للجميع بشأن جدوى تلك المشروعات فضلا عن كبر حجم الاحتياطيات وطلبات السوق العالمية على منتجات الرمال السوداء يعقد مجلس النواب اللبنانية اليوم جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ويأتي ذلك وسط استمرار غياب التوافق بين القوى اللبنانية حول مرشح واحد لضمان الأغلبية اللزمة للفوز بمقاعد الرئاسة خلفا للرئيس الحالي ميشيل عون والذي تنتهي ولايته بنهاية الشهر الجاري أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا نقشت في مجلس الأمن ما تردد حول حصول روسيا على طائرات مسيرة وأوضح برايس أن واشنطن ولندن وباريس أعربوا عن بالغ القلق لحصول روسيا على هذه الطائرات المسيرة مشيرا إلى وجود أدلة كبيرة على أن تلك الطائرات المسيرة تستخدم لقصف مدنيين أوكرانيين وبنية تحتية حيوية وأضف أن الدول الثلاث لن تتردد في استخدام العقوبات وغيرها من الأدوات الملائمة ضد كل المتورطين في تلك القضية قال الرئيس الأوكراني بلوديمير زلنيسكي أن روسيا دمرت ثلاث محطات لتوليد الطاقة خلال الساعات الأربعة وعشرين ساعة الماضية وفي كلمة له دعى زلنيسكي مواطني بلاده إلى ترشيد استهلاكهم للكهرباء بشكل كبير بدءا من اليوم مشيرا إلى أنه يجرى العمل على توفير موارد منتنقلة للطاقة لصالح مرافق البنية التحتية في المدن الرئيسية والبلدات والكرة في أوكرانيا أعلنت مدينة كييف عن حالة تأهب جوي داعية المواطنين إلى النزول للملاجئ خوفا من قصف جوي روسي محتمل هذا وأعلن مكتب تمثيل دونتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنصيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا أن القوات الأوكرانية قصفت إحدى مناطق دونتسك بثلاث قضائف ثقيلة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب 15 مليون برميل إضافية من الاحتياطية الاستراتيجية للنفط في الولايات المتحدة الأمريكية من الآن وحتى نهاية العام الجاري وأضف بايدن أن إدارته لديها خطة منفصلة أو مفصلة لإعادة ملء هذا المخزون عندما تنخفض الأسعار كما لفت إلى أن 70 دولار لبرميل النفط سيكون سعرا مناسبا للشركات التي تحقق أرباحا طائلة مؤجها بتعزيز العمل على الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة